نواصل حديثنا في نظريات القيادة واليوم بإذن الله نتحدث عن نظرية الشبكة الإدارية في القيادة وهذه النظرية طورها عالمين هما بلاك وموتون وهذه النظرية تصهر أو تركز على إصهار أنماط القيادة وترتكز على بعدين اللي هما البعد الأفقي والبعد الرأسي البعد الأفقي يركز على مدى اهتمام القائد بالإنتاج والبعد الرأسي يهتم أو يركز على اهتمام القائد بالعنصر البشري ويحتحدث نمط القيادة عن طريق التقاء هذين البعدين اللي هم التركيز على الإنتاج والتركيز على العاملين وهذا الشكل يوضح هذه النظرية التي هي نظرية الشبكة الإدارية في القيادة وهنا يكون اهتمام القائد الاهتمام بالعاملين البعد الأول والبعد الثاني هنا الاهتمام بالعاملين بالإنتاج فالقاعدة في سبيل المحور الأول اللي هو الاهتمام بالعاملين وفي سبيل الاهتمام بالمحور الثاني اللي هو الإنتاج يصنف إلى خمسة أصناف خمسة أنماط النمط الأول هو النمط الذي يكون فيه تسعة تسعة اللي هو اهتمام عالي جدا بالإنتاج يصل إلى تسعة فهذا هو النمط الأول اهتمام عالي بالإنتاج تسعة وكذلك هو النمط الاهتمام العالي بالعاملين برضو يصل إلى تسعة إذن هذا النمط تسعة تسعة زي ما هو موضح ويسمى بقيادة الفريق لأن القائد هنا اهتمامه بالإنتاج عالي واهتمامه بالعاملين اهتمامه بالإنتاج عالي واهتمامه بالعاملين عالي فهو يصل إلى النمط تسعة تسعة طيب عكس تماما عكس هذا النمط هو نمط القيادة المتراخية والقيادة المتراخية وهي يمثلها النمط واحد واحد أي النمط الذي يكون فيه الاهتمام بالإنتاج اهتمام ضعيف يصل إلى واحد إلى هذه النقطة واهتمام بالعاملين برضو ضعيف يصل إلى واحد وهي هذه النقطة اللي هي النقطة واحد واحد هذه كانت النقطة تسعة تسعة لكن هذه النقطة واحد واحد فهي نمط القائد الذي لا يهتم بالإنتاج أو اهتمام ضعيف بالإنتاج وكذلك اهتمام ضعيف بالعاملين فهو نمط القيادة المتراخية النمط الثالث وهو في الوسط ما بين القيادة الفريق والقيادة المتراخية وهي النمط القيادة المتوازنة وهذا النمط يمثله النمط خمسة إذ أن الاهتمام بالإنتاج وسط يبلغ خمسة والاهتمام بالعاملين برضو وسط يبلغ خمسة إذن النقطة خمسة خمسة هي نقطة القائد الذي يهتم بالإنتاج اهتمام متوسط ويهتم بالعاملين اهتمام متوسط يبلغ خمسة خمسة وهي نقطة القيادة المتوسطة أو ما يعرف بالقيادة المتواذنة هناك أيضا نمط القيادة الاجتماعية والقيادة الاجتماعية فيها يركز القائد بصورة كبيرة على العاملين وحل مشاكل العاملين فهو يهتمام بالعاملين عالي يصل 9 ولكن اهتمام بالإنتاج هنا اهتمام ضعيف يصل إلى 1 فهي النقطة 9-1 9 من هذا الاتجاه و1 من هذا الاتجاه إذن 9 هنا و1 هنا فهي النقطة 9-1 التي تسمى نمط القيادة الاجتماعية وهي قيادة اهتمامها بالعاملين كبير لكن اهتمامه بالإنتاج اهتمام ضعيف النمط الذي يليها النمط الأخير لأننا أخذنا نمط الاهتمام العالي بالإنتاج والاهتمام العالي بالعاملين وكذلك أخذنا نمط الاهتمام الضعيف بالإنتاج والاهتمام الضعيف بالعاملين وكذلك نمط الاهتمام العالي بالإنتاج والضعيف بالعاملين والنمط المتوسط وآخيرا نمط القيادة المتسلطة وهي القيادة التي تهتم بالإنتاج اهتمام كبير يصل إلى 9 ويهتم بالعملين اهتمام ضعيف فهي النقطة 9-1 وهي نقطة القيادة المتسلطة وهي تقع في هذه الجسئية إذن هناك شرح لكل نمط من الأنماط سابقة الزكر أولا النمط 9-1 وتمثل هذه النقطة مثل ما ذكرنا اهتمام عالي بالإنتاج واهتمام ضعيف بالعاملين وهنا المدراء يهتمون بالإنتاج وهم مدراء متسلطون يهتمون بالعمل وتكون الاتصالات من المديرين باتجاه واحد من المديرين تجاه المدبوعين ولا يوجد أي اهتمام بالعنصر البشري وبالتالي هو نمط لقيادة متسلطة النمط الثاني عكسه نمط واحد تسعة فهو اهتمام قليل بالإنتاج يبلغ واحد واهتمام عالي بالعاملين يبلغ تسعة وهي نمط القيادة الاجتماعية هذا يتصف باهتمامه الكبير بالعنصر البشري واهتمامه القليل بالإنتاج والاتصالات هنا اتصالات خير رسمية واهتمام القايد في المقام الأول موجه إلى الجوانب الإنسانية التي مثلت خلق التوالف وتقليل الجهد المركز على الإنجاز وإنما التركيز على الجوانب الإنسانية النمط الثالث هو نمط الإداري الضعيف الذي يكون اهتمامه قليل سواء كان بالإنتاج أو سواء كان بالعنصر البشري اهتمامه ضعيف بالإنتاج واهتمامه ضعيف بالعنصر البشري فاهتمامه في المقام الأول منصب نحو مصالحه الشخصية وهو نمط القيادة السلبية أو القيادة الخاملة أو المتراخية والاتصالات في هذا النمط تكون في أضيق نطاق النمط الرابع هو نمط القيادة المتوسطة أو المتواذنة وهي نقطة المنتصف في الشبكة الإدارية وهي تفترض أن القائد شخص عملي يسعي للتواذن بين الاهتمام بالبشر والاهتمام بالإنتاج ويعرف بنمط الإدارة المتواذنة النمط الأخير هو نمط تسعة تسعة وهو نمط قيادة الفريق فهو يهتم اهتمام كبير بالإنتاج ويهتم اهتمام كبير بالعنصر البشري ويفترض هذا القائد أن هناك توافق بين احتياجات العاملين واحتياجات المنظمة وبالتالي يمكن أن نوفق بين الأهداف الإنتاجية وأهداف العاملين فيها ويطلق على هذا نمط القائد الجماعي أو نمط قائد الفريق والاتصالات هنا متبادلة واتخاذ القرارات تكون مسؤوليتها مشتركة بين المدير والعاملين وبالتالي هو نمط القائد الذي يسعى إلى أن يهتم بالإنتاج ليكون في أعلى مستوياته ويهتم بالعاملين في تحقيق رغباتهم وتطلعاتهم وتحقيق حل مشاكلهم وإذن اهتماموا بهم اهتمام كبير إلى هنا أشكركم وألتقيكم في المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته